11 عاما وهم يستعدون لحرب تدمير اليمن بجيش جرى بناؤه ضد اليمن واليمنيين هذا ما افصحت عنه احدى مقابلات المخلوع الذي تمثل الوية الحرس العائلي بجانب ميليشيا الحوثي ذراع المشروع الايراني في اليمن والمنطقة وهو مشروع ارهابي تتجلى احدى صوره في البيضاء حيث تشهد المحافظة قصفا عنيفا بالاسلحة الثقيلة يستهدف عددا من المديريات والقرى اما التعزيز العسكري المتواصل فيجري بصورة لافتة باتجاه مكيراس المحاذية لمحافظة ابيان وكأن ميليشيا الانقلاب بذلك التحرك ستدفع الجنوبيين في رأس السلطة الشرعية للقبول بتسوية سياسية خادعة تعطي الجنوب لجماعات توالي ايران من الباطن وتترك الشمال لحكم الهضبة السلالية الايراني متضمنا محافظات الوسط كالبيضاء وتعز الجنوبية الغربية غير ان طموحات ايران ومنظومة الارهاب الحوثي في اليمن تتكسر على وقع صحوة يمنية تتزايد وكفاح يمني مسلح يزداد عزما واقداما فها هي البيضاء وعلى الرغم من تعرض مختلف مواقع المقاومة فيها للقصف الكثيف بالاسلحة الثقيلة الا ان تقدما وان كان محدودا تحرزه المقاومة ومن ذمار حيث يوجد اكبر مخزون الميليشيات من المغرر بهم الذين تستخدمهم وقودا لتدمير المحافظات تتوالى التعزيزات الحوثية الى البيضاء وعلى مشارف ابيان حيث عززت الميليشيات مواقعها والنقاط على الطريق التي تربط بين مدينة البيضاء ومديرية مكيراس واستحدثت نقاطا جديدة على طول الطريق العام بحسب شهود عيان وتدور معارك في جبهات مديرية العبيدية والوهبية وذيناعم والزاهر والقراشية وهناك قصف حوثي مستمر يستهدف عددا من القرى المأهولة بالمدنيين وتتناغم تطورات الوضع في مختلف انحاء البلاد مع الانكشاف منقطع النظير لمشروع ايران واخلافها باليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه حيث يرى ملايين اليمنيين اليوم ويدركون حقيقة العدو واداتيه في الشمال السياسي كما في الجنوب السياسي وتأتي اليقظة اليمنية بالتوازي مع يقظة دول الخليج تجاه الخطر الوجودي الايراني التي يتوقع لها ان تشمل العالم العربي كله وتقود الى مواجهة عربية اكثر قوة واقداما في المرحلة المقبلة وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية اشتركوا في القناة